مرحصة سياسية والتي نحكي فيها على آخر الأحداث وآخر مستجدات في الموعد وحيد البلاد اليوم أول من يعلم أخبار البلاد التحالي طغت يا شاملة داخل تونس وخارج مرسلين من قلب الحدد في البلاد اليوم تعرف اللي صار وأكثر نصف نهار استدقائق على مجلدها الوطنية التونسية هذا موعدكم مع البلاد اليوم الثلاثة ثمونتاش أوت 2020 من طوحة المندي ساعة تسمع معنا آخر وأهم الأخبار السياسية والوطنية مع كامل الفريق اليوم فات معبار في التنسيق العام مروين المحفوظي في الهنسة الصوتية فاروق الزيرعي وأحمد بوبية على الإذاعة المرئية معكم هنا جيهان علوين من أمام الميكروفون في التقديم يرفقني في التحليل والتعليق البحث الفلسفة السياسية قاسم غربي قاسم مرحبا بيك مرحبا بيك جيهان مرحبا بالمستمعين والمستمعات وكل الفريق حاضرك العادة اليوم في التحليل ضيفنا بعد شوية في كلام في السياسة رئيس الكتلة الوطنية حاتم المليكي البيرح كان في لقاء بعالمكلف بتشكيل الحكومة السيد هشام المشيشي ماذا جاء في هذا اللقاء ماذا يترحه المشيشي على القواء السياسية والكتلة البلمانية بعض الأعلان عن طبيعة حكومة المرتقبة حكومة الكفاءات المستقلة وكيف يحشد اليوم المشيشي الدعم لهذه الحكومة قبل هذا بش نرجع على أبرز وأهم العنوين والأخبار على الساحة السياسية والوطنية نصبت ثقة التوينسة اليوم في السياسيين في نتائج البرومتر السياسي اللي نشرتها اليوم صحيفة المغرب ونتحثوا أيضا اليوم على وقفة احتجاجية للعشرات من النقابيين اللي جئوا من مختلف الجهات وقفة احتجاجية اليوم الصباح أمام مقر الاتحاد لرفع شعار للتمديد بعد شوية نعرفوا شنية الحكاية وشنو المشكلة مع سليم غريس عضو التنسيقية الوطنية يكون حاضر معنا عبر الهتف هذا كل في البلاد في عناوين البلاد في عناوين اليوم وثلاثة ثمونتاش اوتا الفين وعشرين نحكيه على البرومتر السياسي لشهر اوتا الفين وعشرين اللي قامت به بالتعاون مع صحيفة المغرب أبرز البرومتر هذه أنه مؤشر الثقة الكبيرة يتصدر رئيس الجمهورية الحالية سيد قيس سعيد بـ 54% ثم عبدالتيف المكي وزير الصحة السابق والقيادي بحركة النهضة في المرتبة الثانية بـ 43% في المرتبة الثالثة النائب صافي سعيد بـ 28% المرتبة الرابعة رئيس الأسبق سيد محمد منصف المرزوقي بـ 23% المرتبة الخامسة سيد عابير موسي رئيس الحزب الحر الدستوري بـ 21% في حين تراجعت نسبة الثيقة في رئيس الحكومة تصريف الأعمال سيد إلياس الفخفيخ بالمقانة بالشهر الماضي في جولي 2020 تراجعته بـ 20% كاملة ويحظى بـ 13% فقط من ثيقة المستجوبين في البرومتر هذية تعليقك قاس قطع نظر على الأرقاء فما أسمين نلقاوهم يعني ديما موجودين كمسافي سعيد مثلا كينلقاو السيد سعيد مع احترامي للشخص يعني كينلقاو السيد سافي سعيد معناها موجود رغم أنه هو الفيزيبليتين متاعه معناها ناقصة برشة تقريبا لم يعد يشاهد السيد سافي سعيد في وسائل الإعلام في مختلف وسائل الإعلام سيد الرئيس الأسبق سيد منصف المرزوقي كيف كيف مثلا هذا يخلينا نطرحوا الحقيقة العديد من التساؤلات حول هذه العمليات مصدقيت هذه العمليات أنا ما نقولش مصدقيتها مدى صدقيتها مش مصدقيتها صدقيتها ومطابقتها الواقع لماذا؟ ممكن كانت تسمح جيان حب نرجع شوية الأسبوع الفارض فكل الصنداج اللي تعملي تحت عنوان الزلزال سياسي في تونس الصنداج هذا تعمل على قداش تعمل على ثمانة مئة وثلاثة شخص خمسة مئة منهم قالوا ما نشاركوش ما نجاوبوش معناه ما نعطاوش الإجابة ما نتكلمو بالطريقة العادية التونسية خمسة مئة قالوا ما عناش إجابة في الثلاثة مئة اللي بقاو فما مئة وخمسة قالوا احنا مع الحزب الدستوري الحر يعني منعرش أنا علميا موش اختصاصي هل بمئة وخمسة صوت مئة وخمسة شخص على عدد مقترعين مفترضين أو ناخبين مفترضين لهو ثمانة ملايين في تونس تقريبا معناه بمئة وخمسة صوت نجمو نعملو شوية هكا سبيكولاسيون قولو خمسة وثلاثين في المئة من الناخبين من الناخبين تونسيين سويتون لهذا حزب أو ذاك بقطع نظر على شكون الحزب لكن قد تلقى أنت في عين تاخذ عينه وطلقى أغلب المزاج ومزاجه في العينه هذيك بشي صوت الحزب وعين يعني فما حاجة يعني تطرح تساؤلات أنا أنا أظن أنه فما برشة معناها فما برشة تهويل لهاتي الأرقام هذه قد تكون مؤشرات جيدة قد تكون مؤشرات جيدة للبعض أو سيئة للبعض الآخر ولكن أنا شخصيا نخذها بكثير من الاحتراص خلنا مشي نحكي وزيد على مؤشر إن عدم الثقة كلين في السياسين يعني توانسة اليوم فشكون ما عندهمش الثقة جملة نلقاه في المقدمة رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة سيد راشد الغنوشي 67% من المستجوبين ما عندهمش فيه الثقة جملة ثم في المرتبة الثانية الرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بـ 60% مرتبة الثالثة وذي يثير الاستغراب أيضا أمين عام حزب العمال سيد حامل همامي في نفس المرتبة نلقاه هو ونبيل القاروي رئيس حزب قلب تونس في نفس المرتبة بـ 59% من المستجوبين ما عندهمش الثقة في حامل همامي ونبيل القاروي ثم في المرتبة الرابعة نلقاه القيادي بحركة النهضة علي العريض ورئيس حزب الدستوري الحرع عبير موسي بنفس النسبة من انعدام الثقة كليا بـ 54% نحن نأخذ الرقم هذا الأخير فقط سيدة عبير موسي أرجع الأرقام الأخرى نسبة الرضا 21% في المرتبة الخامسة كيف نجموا نسقوا بنزوز أرقام هذا أنا أظن فما شوية هكا ما همش متنسقين على كل حق في الصنداج الأخرين في المرتبة في التشريعي وتلقاها هي كشخص في الرئاسية في المرتبة الثانية ولكن بـ 8% يبدو لي فهموا مشكلة في الأرقام لا نعرش وإلا المستجوبين ما عندهم طريقة في الإجابة معناها غريبة شوية نظرنا كيف يقع هو راه الأرقام هذي الكل تلقاهم نفس الأشخاص اللي قاعدين يجاوبوا معناها الآن 300 300 شخص اللي يجاوبوا على مختلف الأسئلة خطر هي يطلبوا بالتليفون نفس الشخص يسألوه مختلف الأسئلة نسبة الرضا نسبة عدم الرضا شكون ترشح في التشريعية هو نفس الشخص بمعنى أنه هناك 300 شخص هم اللي يجاوبوا على كل هذه الأسئلة بصراحة هل من الناحية العلمية أنا مجبشي أجاوب ولكن هل من الناحية العلمية هذا مقبول ولا لا ومنطقية عندها ثقة ثواثة عندهم فيها ثقة كبيرة ومنشيرة أخرى السيد هيكل المكي النائب عن حركة الشعب أصدر خرج بوست يبدو لي عنده بوست في الفيسبوك عنده نهارين يتحدث على الآن الآن أصبح ضروري تقنين مؤسسات صبر الأراء أنا يبدو لي هذا ضروري حتى ما تتحولش مؤسسات صبر الأراء من صبر الأراء إلى صناعة الرأي العام نفس البرومتر السياسي لشهر قوة الحالي والذي تم نشره اليوم في صحيفة المغرب ببين سيطرة التشائم على المزاج العام للتوينسة اللي بلغ 79.6% تقريباً ثمانين بالمئة من المستجوبين عندهم تشائم كبير يعني وهذا يعني اللي هما يعتقدوا أن تونس ماشي في طريق الخطأ وحسب صحيفة المغرب فإنه التشائم عام في كل الجهات لدى كل الفئات العمورية وفي كل القطاعات مع وجود مواطن تفائل بسيطة في الجنوب الغربي الجنوب الغربي نقولوا قفصة توزر قبل معناها التفائل في أكثر المناطق نقاط تفائل بسيطة أي نقاط تفائل بسيطة في أكثر مناطق ممكن ليفاهم مشاكل اجتماعية واقتصادية في تونس جيد إن شاء الله يطلع على إن شاء الله يطلع على الوسط الشامي منسوب التفائل يرتفع في تلك المناطق وفي مختلف المناطق لكن مفهوم اليوم نسبة مزاج التشائم عن التويسة اليوم هذه نتفهمها بقطع نظرة على الأرقام التي كنا نحاس عليها ولكن عادي جداً حتى بطريقة انتباعية أختلين دي تمشي في الشارع معناها تمشي في السوق تمشي تقضي تمشي الأماكن العامة تشعر أنه فهم نوع من التشائم لك في نفس الوقت وهذا مفهوم تويسر يو السنات عدد عليهم الكورونا هو صحيح كما العالم الكل لكن عدد الكورونا عندهم مشهد سياسي غير مستقر وضع اقتصادي منخارم وضع اجتماعي محتقن مع تحتجاجات عادي إنهم يشعروا بالتشائم ومهمش حتى على المستقبل يعني مهمش متفقلين بالمستقبل عودة مدرسية العودة المدرسية لم تحسم نحن اليوم نهار 18 في الشهر لم تحسم لم تحسم بعد يبدو لي البارح في الليل حسيمت إنه العودة بيش تكون كيمة العادة نهار 15 سبتمبر مبدئيا مبدئيا حسب ما سمعنا من الوزارة مبدئيا إنه قبل أقل من شهر أقل من شهر ومناش متأكدين الشعب التونسي مش متأكدوا أولادو وبناتو وقتاش بشرر يقراوا يتحبهم يكونوا متفائلين طبيعي بش يكونوا متشائمين طبيعي بش يكون فما نوع من الاضطراب نجم اليوم نتفهم إنه السلطة مازالت محدد استريخ العودة المدرسية بما إنه الوضع الوبائي مازال موش مفهوم في تونس اليوم عنا حالات إصابات أفوقية معتها عدوى من ناحية هذه صحيح يبدو حسب ما يروج أنا من أكدش المسألة هذية ولكن حسب ما يروج أنه الطرف الاجتماعي رافض العودة المبكرة ولكن عدم العودة المبكرة معناها بش يخلي التلامذة في حرج زاد لأن كنت عندك المراجعة خاصة بالنسبة لأقسام النهائية عندك التلامذة مثلا اللي في الباك العام الجائي عندهم السيزيماني ما كملوش معالي معالي التراز يماني بالسيستام الجديد السنة الثالثة ما كملوهاش كان مفترض لحديث اللي سار أنه مش يرجعوا في بداية سبتمبر على أقل فما خلصة يوم تحت الجماعات نوع من مراجعة لا ترباش سريعة وكل شيء هذي موقعتش يبدو أنها مش بشتوقة الأغلب أنها مش بشتوقة ما دام بش نرجعو إذا كان رجعنا لكان سبتمبر المراجعة هذي كفاش بشتوقة طو ممكن بالنسبة لأقسام الأخرين متمثلش أشكال كبير لكن بالنسبة لأقسام اللي هو في آخر العام بش يعدي امتحان بش يعدي كونكور ولكن بش يكون جاهز التلميذ للكونكور يحتاج أنه السنة الثالثة يكملها هل هذه معناها وضعية عادية لتلامذة بش يرجعوا فيها أنا نقولك لا فطبيعي بش ترقى العائلات ما تحيرين طبعا العائلات التونسية أهم حاجة عند هذه ما يكون وضعية دراسية لأبنائها نكمل مع بقية الأخبار السياسية إذن قاسم أسبوع فقط يفصلنا على نهاية المهلة الدستورية للمكلف بتشكيل الحكومة سيد هشام المشيشي ليقدم حكومته يعرضها على رئيس الجمهورية ثم على البرلمان للمسادقة هشام المشيشي يواصل حشد الدعم السياسي والحكومة وبعد ما أعلننا يوم عشرة أوت أنها ستكون حكومة كفاءات مستقلة هناك تفاعل إيجابي لاحظناه من بعض القواء السياسية في المقابل أحزاب أخرى مازلت متماسكة بخيار حكومة سياسية وتقول أنه هذا هو الحل الأنجع البرح كان ذيفنا رئيس كتلة الأصلاح الوطني سيد حصر الناسي وليأكد أن أغلب الأطراف السياسية تدعم حكومة كفاءات مستقلة وقال أيضا أنه هناك تتطور في مواقف بعض الأحزاب نحو تغيير موقفها للتفاعل إيجابيا مع طبيعة الحكومة اللي يعتبرها المشيشي يعني حكومة الواجب الوطني وأولوياتها مش تكون اقتصادية واجتماعية المشيشي إذن البرح واصل لاستقبال مختلف الكتلة البرلمانية للإصلاح الوطني كتلة المستقبل اهتلاف الكرامة وأيضا الدستوري الحر وباستثناء اهتلاف الكرامة بقية الكتلة البرح كان عبرت في تصريحات أعلامية عن ترحيبها ودعمها لحكومة الكفاءات المستقلة وتحطت أيضا عن تطور فحوة المشاورات اليوم عشر حكيوا على محاصلة حزبية كما في بقية الحكومات يعني حكومة الجملة وحكومة الفقفخ كانت أغلب أيامات المشاورات حول المحاصلة حزبية وتقسيم المناسب وكل الحزب قد بشيخذ من وزارة المشاورات نحوها حول التركيبة والهيكلة المرتقبة وأيضا برنامج الحكومة اللي يطرح هو المشيشي هذا كانت حص تعليل براح سيدة عابير موسي على إثر لقاءها بسيد هشامة المشيشي نسمعوه شما قالت؟ أكد رئيس الحكومة المكلف أنه فما استجيبة لي وقترحك أن قدمناه في اللقاء الفرد أنه تكون الحكومة مصغرة وأنه تكون فما أقطاب وزارية أكد أنه بشيكون حكومة مصغرة وأكد أنه بشيكون فما على الأقل حاجة واضحة هي قطب اقتصادي تنموي هزية بشيكون واضح في التركيبة معها ربما إمكانية تجميع بعض الوزارات وأكيد بشيكون مصغرة بشيكون فما تجميع كيف كيف النقطة اللي هي مهمة جداً بالنسبة للحزب الدستوري الحر أكد رئيس الحكومة المكلف أنه فما حتى تغيير على مستوى التمشي وأنه ما زال متمثت بتوجه نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماماً زدنا أكدنا أنه ما تكونش الحكومة فيها غواصات ما تكونش فيها أي علاقة مع تنظيم الإخوان ما تكونش فيها أي علاقة مع الإسلام السياسي تكون فما تفاءت من الوزن السقير في القطاعات الحيوية الكبرى إذن كان هذا تصريح سيدة عابير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر على إثر لقاءها بسيد هشامة المشيشي هذا كان موقف دستوري الحر في المقابل نشوفه حزب آخر يعني ما زال متماسك بحكومة سياسية متحزبة متحزبة التيار الديمقراطي اللي كان قابل يوم الأحد غافد من تيار الديمقراطي كان قابل لأسيد هشامة المشيشي ويقول تيار الديمقراطي أنه مسار المشاورات لم يحقق التقدم المطلوب على لسان القيادة هشامة العجبوني نسمع عن بعض برحة تم لقاء ثالث مع سيد رئيس حكومة المكلس في الشام المشيشي الاجتماعين السابقين كانوا مع الكتل المرة هذه كانت مع الأحزاب عودنا ذكرناها برؤيتنا لتعتقد أنه عن احترازات في خصوص تشكيل حكومة مستقلة في الظرف هذه وقبل أربع سنوات من تحقاق الانتخابي المقبل نظريا وقلناه أن الحكومة المقبلة تحتاج إلى شجاعة وتحتاج إلى مواجهة الوضع وتحمل مسؤولياتها وأن الأحزاب هم عماد الديمقراطية وحكومة مستقلة تماما كما وصفها صعيب سعب شكون مستقلة واشنوه هي المعايير متاع الاستقلالية الحقيقة البارح ما قدمناش برشا ما عطناش تفاصيل احنا حابين على عرض متكامل في تفاصيل تركيب الحكومة الهنسة متاحة الأعضاء متاحة تصورات كبرى رؤيتها هذا الكل ما زلنا ما خدمناش وبالتالي ما نجموش نمشي المجلس الوطني متاعنا ويدينا فارغة المفروضة اللي يكون عرض المتكامل بش نعرضه على المجلس الوطني وهو الذي يقرر دعما للحكومة من عدني وأحنا طلبنا منه يعطينا على أقل التصورات الكبرى وتشكيلة الحكومة أعضاء الحكومة بش نجموش نمشي يعطينا زادة قبل مدة من عرض الحكومة على تصويت أو على رئيس الحكومة بش نجموش حتى احنا نعم نرأي نشوفوا شكون الأعضاء متاحة مدى استقلاليتهم إذا كان هنا تصريح السيد هشام العربوني القيادة بالطيارة الديمقراطية خلينا نكمل مع بعض المواقف قاسم نرجع لك للتعليق سيف الدين مخلوف رئيس كتلة اتلاف الكرامة سرح البيرح زادة على إثر لقاء الكتلة بهشام المشيشي قال أنه رئيس الحكومة المكلف لا يزال مصر على خياره في تكوين حكومة كفائت وهو خيار يتماهى مع تصور رئيس الجمهورية غير المفهوم ودون أفق واضح وقال أن اتلاف الكرامة متمسك بتكوين حكومة سياسية تعكس نتائج الانتخابات مش نعمل تعليق عام معناها بمعنى ممكن نمدخل في بعض التفاصيل شوف فم مشكلة في تونس احنا تحدثنا البارح على أن التركيبة الحالية لمجلس النواب هي اللي أوصلتنا لهذه المرحلة قد تكون هذه المرحلة أو خيار حكومة الكفاءات المستقلة عن الأحزاب ما هو هو الخيار الأمثل ما هو هو الخيار اللي يعبر على جزء مهم من الشارع التونسي قد يكون وأنا نتفق مع الناس اللي تقول أنه هذا خيار غامض قد يكون فيه بعض المخاطر إلى آخير ولكن الوضع الحالي والتركيبة الحالية لمجلس النواب هي اللي أوصلتنا واحد ثنين فشل الفائز الأول في الانتخابات في تكوين الحكومة قطع نظرة على الظروف كل الظروف وخلفيات هذا الفشل ولكن في نهاية الأمر اللي النتيجة هو أنه حركة النهضة فشلت في تكوين حكومة حبيب الجمني في تمريرها هو اللي أوصل أنه المبادرة أصبحت بيد رئيس الجمهورية اختار ليسفق فيخ ليسفق فيخ في نهاية الأمر استقال من سبقت الاستقالة أم لائحة اللوم في النهاية حتى لقدموا لائحة اللوم قبلوا بأن الاستقالة هي الأولى رغبة منهم ربما في عدم الدخول في صراع مع رئيس الجمهورية ممكن ولكن العبرة بالنتيجة بالنسبة لنحن النتيجة هي أنه المبادرة الآن هي بيد رئيس الجمهورية المبادرة بيد رئيس الجمهورية تعطيه في تفسير شكلاني للدستور الأولوية في اختيار شخص الأقدر كما يراه هو الأقدر كما يراه رئيس الجمهورية هو شخص بعيد عن الأحزاب قلت هذه نتيجة معناها ما صار كامل بالتالي إذا كان فما لوم نحب نوجهوه من لوموشة على رئيس الجمهورية أنا لوم الأحزاب هي اللي وصلتنا الملاحظة الثانية مسألة مثلا كفاءات مستقلة اعتقابي شخصي ما عنديش معطيات ولا علاقة ببعض الأطراف الحزبية اللي ممكن تمدني بالمعطيات الدقيق ولكن بالتحليل محاولة في فهم المجريات الأحداث أنا نعتقد أنه كبرى الأحزاب أو أهم الأحزاب ستوافق على هذه الحكومة وستكون لها جملة وسيكون لها جملة من الوزراء موش من الصف الأول والثاني والثالث بمعنى من الصف الثالث والرابع أشخاص بمعنى اللي تحذف عليهم غواصات لا مش بالضرورة غواصات اللي تحذف عليهم سيد عابر موسى أي اللي تسمى غواصات هي عبارة ماهيش ماهيش جميلة جدا يستعملوا فيها مختلف الأطراف ولكن خليني مثالش نستعمروها بين قوسين مثلا لو أصبح سيد الفاضل عبد الكيفي وزير مثلا ناخو مثال سيقال بأنه وفعلا يعني ماديا السيد فاضل عبد الكيفي مستقل مستقل مادية أي معناها حزبيا وما عنده حتى انتماء حزبي تنظيمين ولكن كنا نعرف ولا حتى تنظيمين ما عنده حتى ارتباط تنظيمي أو حزبي ولكن معروف أن السيد فاضل عبد الكيفي قريب من قلب تونس هذا سيرضي قلب تونس ولكن أيضا سيجعل من السيد هشام المشيشي في وضع حرج لا لا مش في وضع حرج هو احترم الجانب الشكلي ما احنا قلنا كلها في الشكليات هو احترم الجانب الشكلي كما قال بتونس كما حركة النهضة كما الأحزاب الأخرى بما فاهم الدستور الحر قادر أن يكون عنده أشخاص موالين للدستور الحر تنظيمين لا ينتميوا تنظيمين وهم مش معلنيين يحملون الأفكار بالضبط ويقع توزيرهم يقع توزيرهم بين قوسين بالمعنى الإيجابي توزيرهم يصبحوا وزراء وتمروا الحكومة الإشكال عند بعض الأحزاب الصغرى أو الأحزاب اللي ما عندهاش صف ثاني وثالث ورابع هي بالكاد تحصل على صف أول يعني ترشيح أشخاص لمجلس النواب ربما وذا ربما يفسر ويبرر معه تحب على حكومة بصراحة ما نحبش نحرج حتى طرف يعني العديد من الأطراف لديهم كل الاحترام أنا الشخصية نحترامهم وعندي فاهم العديد من الأزيقاء فبالتالي ما نحرجهمش ولكن نعتقد أنه الإشكال هذا موجود أنه ربما بعض الأطراف ما عندهاش شخصية تقريبة منها قادرة أنها تحطها تكون موجودة على كل هو حسب ما اسمعنا من بعض تحطها من بعض السياسيين يقابلوا سيد هشام الشيشي يقول لك لن يعمل بمفرده سيكون همهمة تنسيق وشاركة خاصة سراحة معنا بقطع نظر على الترف التي قالها ولكن الفكرة التي قالها البارح حسون الناس في فكرة ممتازة هي فكرة سيد هشام الشيشي إذا كان فعليا تطبق في فكرة ممتازة لأنه بشاقة تنسيق عمليا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهذا هو المطلوب في المرحلة هذه ونأكد لك استراتيجيا هو في مصلحة الأحزاب الخروج خروج القيادات من الصف الأول والثاني الوجوه المعروفة من الاستحقاق الحكومي ستكتشف الأحزاب بعد فترة قصيرة بأنه كان في مصلحة وهل فعلا اليوم القول أن تكوين حكومة كفاءت هو خيار يتمهى مع تصور رئيس الجمهورية تصوره غير مفهوم واللي ما عندوش أفق واضحة يقول سيف الدين مخلوب رئيس كتل فمأزوز نقاط فما نقتا نقول أنا موافق وما أنا موافق وفما نقتا نقول واضحة أو مش واضح أنا نعتقد أنه تفكير وتوجه سيد قي سعيد واضح تتفق معها تتفق معها وما تتفقش معها مسألة أخر ولكنه واضح أنا منعرش عليش فما أترافي قوله ما هو واضح ليه هو واضح هو واضح هو مشروع لا يؤمن بالأحزاب وهل هذا جيد يعني مشروع هل تبنى الديمقراطية بالأحزاب تولي نقطة أخرى يعني النقاش ما عادش الوضوح أو عدم الوضوح النقاش هل توافق أو لا توافق هل هذا جيد هل هذا صحيح الديمقراطية الناشئة في تونس أم لا أنا نعتقد أنه مش ممكن حاليا هذا شخلتنا له ممكن في تجارب أخرى في دول أخرى قد تكون هناك نجاح نسبي أو يعني يختلف النسب متاعه ولكن التجربة الحالية في تونس بيينت أنه من الصعب بناء ديمقراطية دون أحزاب من الصعب ما أقولش مستحيل ولكن من الصعب إن كانوا نحكي وحديثنا في السياسة معظيفنا بعد شوية سيد حاتم مليكي رئيس كتلة الوطنية لكن قبل هذا يرفع أذين